أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن أحداث السابع من أكتوبر كانت حدثا استثنائيا وخلال أول ظهور له بعد دعي إسرائيل اغتياله أوضح نعيم قاسم أن هدف الاحتلال بعد السابع من أكتوبر هو إبادة الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الدعم الأمريكية المقدم لإسرائيل هو الذي يساعدها في جبهة لبنان